اهلا بكم الى النشرة الاخبارية المفصلة على النمسا ميديا وفي خبرنا الاول ادت العواصف في مقاطعة كيرتن واشتيار مارك وجنوب بورغلاند ادت لعدد من الفيضانات للانهار اضافة لانجراف التربة الرطبة ووفاة سائق دراجة سقط في نهر جلان وحسب الشرطة سقط الدراج في النهر بمنطقة ماريا تسيل حيث جرفته المياه وبعد بحث دام لساعتين عثر على الرجل يطفو في نهر كلاكينفورت وحاول فريق الانقاذ انعاشه لكنه توفي في الموقع ويتوقع خبراء الارصاد استمرار هطول الامطار بشدة حتى مساء الاثنين وقد تسببت الاحوال الجوية في اضرار بالغة في الاملاك فيما بدأت شركات التأمين بدفع تعويضات للمتضررين